بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا البرنامج أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثامنة خطيب حسيني أو كاتب كما قلت لكم في الحلقات الأولى دخلت الحوزة وأنا بأمر 14 سنة 14-15 عندما دخلت في الحوزة لم أكن أفهم كثيرا من الأمور ولم أخطط لمستقبلي الاقتصادي الذي تركته على الله أصلا ما كنت أفكر فيه وقد كنت أستل مراتبا بقدر دينار واحد شهريا وهو لم يكن يكفي الاعتماد عليه من دون معونة الأهل يعني وفي ذلك الوقت في ذلك الوقت ما كان يكفي شي فكيف بالمستقبل الإنسان راح يحتاج إلى يدير حياته ولكن والدي كان يدرك واقع الحوزة أكثر مني ولذلك فقد كان يفكر فيه كثيرا رغم أنه وافق على دخولي بالحوزة إلا أنه ظل يعني يفكر بمستقبلي واقترح علي أن أكون خطيبا حسينيا حتى أكسب بعض قوتي من مهنة الخطابة كما يفعل الخطباء الآن وهي كانت تدر على الخطيب الناجح خصوصا قدرا لا بأس به من المال بحيث تضمن له الاستقلال الاقتصادي والمعيشة العادية ولا يحتاج الطالب إلى أن يمد يده إلى هذا المرجع أو ذاك أو يبيعدينه لهذا أو ذاك فكان يعد بعض المجالس من كتاب معروف للسيد محسن أمين العاملي تحت عنوان المجالس السنية ويطالبني بحفظ القصائد والمواضيع وإلقائها على مسامعه كل يوم كان أعطيني مجلس يقول لي أحفظه يعني يدربني على الخطابة أمل منه بتدريبي على مهنة الخطابة وقد سرت في هذا الطريق فترة من الزمن وأيضا ذهبت إلى الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه الخطيب المعروف وكان أشهر الخطباء في تلك الأيام وطلبت منه ما لديه من قصائد حسينية حتى أحفظها وألقيها على المجالس وأذكر أعطاني دفترة وانستنسخت كل القصائد بس ما حركت إنه هو كان محرك مثل القرآن الكريم فتحه وكسره وضمه وشده وكذا أنا كتبته هكذا بدون مال فعندما نظهر في الدفتر قال خلص بعلية الجيمي لو تلتزم في الدقة باللغة والحركات ثم قمت بقراءة مقدمة ما كذا كان عرف عن الخطيب المبتدئ يسعد مقدمة لخطيب آخر لأستاذي الخطيب الشيخ ضياء الزبيدي والموجود حاليا هو في كربلا الله يحفظ إن شاء الله وطول أمره ولكني لم أتفاعل كثيرا مع الخطابة ولا سيما أن حافظتي لم تكن قوية بما فيه الكفاية حيث كنت وأنا على المنبر أنسى القصائد أحيانا وأتوقف عن القراءة الذكر فيقوم بعض الحاضرين بترديد القصيدة لي حتى أكملها وكنت بالطبع أشأر بحارة شديد وربما كان هذا هو سبب وراء رفضي القاطع لسلوك طريق الخطابة فقررت التوقف عن الخطابة وهنا خيارني والدي بعد سنة من دخولي في الحوزة بين الاستمرار في خط الخطابة أن تكون خطيب أو تعال أترك الحوزة شنو تسوي بالحوزة أنت وخلع الأمامة وذهاب لعمل في السوق وأعطاني مهلة أسبوع ولما كنت مصمما على ترك الخطابة قلت له بأن جوابي حاضر من الآن وهو الرفض فطلب مني التفكير خلال الأسبوع وتخاذ قرار بعد الأسبوع ولم تبضي أيام حتى سمعت بقيام أخ السيد الشيراجي الأصغر اللي هو سيد مشتبة حاليا موجود في لندن هذا وكان أديبا وشاعرا هذا قام بتسكيل لجنة أدبية لتربية الكتاب وتعليمهم الكتابة الأدبية الجميلة الجيدة وهو كان ناقد فذهبت إليه وسألته لماذا لم يضمني إلى طلابه إلى هذه الدورة فوعدني بتشكيل لجنة ثانية من عشرة شباب من عمري ففرحت كثيرا عمري كان ستة عسنة تقريبا ففرحت كثيرا وأخبرت والدي بأني أود أن أصبح كاتبا وها هو سيد مشتبة قد قبلني وسوف يبدأ بتدريسنا وتوجيهنا والإشراف علينا فاقتنع والدي بذلك وقال لا بأس وكنت في الحقيقة أحب الكتابة كثيرا حتى عندما كنت في المدرسة الابتدائية حفاظ القرآن الحكيم حيث كنت أعشق درس الإنشاء وكنت أقوم بإصدار نشرة حائطية عريضة في المدرسة أكتب معظم مقالاتها وأضعها باسم زملائي في الصف وكانت مدة اللجنة أو الدورة الأدبية هذه سنتين وتتضمن دروسا في الأدب العربي والنحو والصرف والبلاغة والتركيز في مطالعة الكتب الأدبية والروايات وكتابة مقال أسبوعي من صفحتين فيقوم الأستاذ السيد المشتبة الشرازي بنقد المقالة وتوجيهنا وأعطى ملاحظات وتعلمت في الأسبوع الأول من الأستاذي الجديد الكثير من الأمور منها الدقة في الكتابة حيث كان يحاسبنا على النقطة الزائدة والناقصة ومنها روح العزم على طلب العلا كان يشجعنا أنه هو واحد يكون عنده طموح عالي جدا حيث كان يدفعنا إلى التأهل لنيل جائزة نوبل في الأداب كان يقول أنتوا يجب أن تكتبون بشكل جيد ولطيف بحيث حصتوا يعني جائزة نوبل ومنها روح العمل من أجل الإسلام والتشيع وكان الأستاذ يضرب لنا مثلا الفلسفة هذه اللجنة الأدبية كان يضرب لنا مثلا بمعارض الصاغة الذهبية القديمة والحديثة القديمة يعني أدم جام خانس غيره ويعلوها التراب وكذا وحاط بها إذا أحد يذكر المعارض القديمة والمعارض الحديثة اللي فورميكة وأضواء وألوان وجمال وشي تشد الناس إلها ويقول كان يضرب مثلا بهال الشكلين القديم والحديث ويقول لو وضعنا الأساور والعقود الذهبية المزدانة بالألماز والقالئ والمجوهرات في معرض قديم ينام عليه التراب لم التفت إليه أحد وإذا وضعنا الأساور والعقود النحاسية أو المزورة الشبه يعني في معارض حديثة ذات ألوان وأضواء خلابة لسارع الناس إلى شرائها ويقول لعلك يعني وهكذا هو الإسلام وهذا هو سر إدبار الناس عن الدين تحليله أنه لماذا حصلت يعني موجة مضادة للدين في تلك الأيام لأنه العرض في مشكلة العرض متخلف أنه الأسلوب الأدبي القديم والحديث هذا هو الفرق يعني بين الاثنين إذن علينا أن نتعلم الأدب الجميل لكي نعرض البضاعة الإسلامية الممتازة في أحسن ما يكون ونطرد البضائع المزيفة من الأسواق ولم يكن الإستاذ يتحدث كثيرا عن تطوير المضمون الإسلامي أو التراثي مثلا فكل شيء وردنا من الآباء والأجداد كان في نظره سليما وصحيحا وليس بحاجة إلى مراجعة أو نقد أو تصحيح كما لن يكن يعرف شيئا عن فنون الإعلام الحديثة علم الإعلام ما كان شيء عن هذا في باله ولا علومه على ذلك فهو كان ابن الحوزة المتخلفة عن العصر ذلك اليوم ولن يكن يفقه كثيرا في علم الإعلام في الحقيقة سيد محمد الشرازي ذيك الأيام في الستينات أنا كنت أستمع لمحاضراته كان يركز على موضوع الإعلام وكان يمكن يلتقي بعض الناس الجايين من الغرب من أمريكا يعني يحدثوا عن موضوع الإعلام وهو كان يتأثر وكان يفكر يعني يفتح أقله على موضوع الإعلام وفي الحقيقة كانت الدورة الأدبية من تخطيط سيد محمد الشرازي نفسه الذي أوكل إلى أخيه الأصغر مهمة إدارتها حيث كان هو يركز كثيرا في محاضراته الخاصة والعامة على دور الدعاية والإعلام ويحمل أفقاً واسعاً جداً على خلاف بقية المراجع اللي ما كان أصلاً يخطر البالي ما هذا الشيء وفي ذات مرة رافقته من البيت إلى مصلاة في مجلد إمام الحسين فطلب عربة تجرها الخيول سألني كم نسخة سوف أطبع من كل كتاب مثلاً عشر تلاف نسخة أدت طباعات وكم طبعة ثم سأل سؤالاً آخر وكم إنسان سوف يقرأ كتبك كل كتاب واحد نين ثلاثة مثلاً يقرؤون ذاك الكتاب وقبل أن يفكر بالموضوع وصل العدد إلى عدد ملايين وسوف يثيبك الله على كل من يقرأ كتبك إليهم القيامة وكان هذا رقماً كبيراً ورهيباً بالنسبة إلى الأجواء المحيطة بنا تلك الأيام في كربلاء مثلاً مما شجعني على الاستمرار في خط الكتابة والتأليف ويعني التصميم على النجاح بسرعة وأكون مؤلف وكاتب وفي هذه الأثناء كلفني السيد محمد الشرازي رحمة الله عليه عام 1968 بمتابعة مجموعة من المجلات الإسلامية السنية التي تصدر في المغرب والسعودية ومصر وسوريا وقطر وعدد من البلدان الأخرى مجموعة مجلات كانت توصل إلى فهو لا يستطيع يقرأها ويتابعها ويرد عليها فقال لي تعال أنت قراها وشوف شون فيها كلام ضد الشيعة مكتوب اشطب تحت يعني أشر عليها ويجيب لي ياهندن للمجلات حتى أنا أرد عليهم برسائل ثم أنت أخذ الرسالة وطبعها على الطابعة وابعثها إلى تلك المجلة وهكذا بدأت أفعل ثم أقوم أنا بطباعة الرد وإرساله إلى تلك المجلات البريد وقد خصص لي ورفة في مكتبة الرسول الأعظم العامة التي أسسها في كربلاء للقيام بهذه المهمة كان يشغل كان بالحقيقة يشغل يعني مع ذلك البسائلية والآخرين يعني كان يشغلني كثيرا وأنا طفل صغير من أمر ما عشت للتحسنة في الإعلام وفي اللافتات وفي الملصقات وفي المنعشير وفي الرد على النشرات فهو كان كتلة من الحماس وكتلة من العمل وأتذكر عندما كنت أحضر محاضراته كنت أخرج من محاضرة وأنا مشحون بكتلة من العزم والعمل والإرادة وعلى أي حال أقبلت على البرنامج الأدبي برنامج اللجنة الأدبية بكل شوق وعزم وتصميم وقد كنت واحدا من أربعين طالبا اللي جمعهم سيد مشتبه الشرازي لكي يعلمهم الكتابة وهذه كانت قضية في الحوزة في الحوزة الطلبة ما كان يعرفون يكتبون ما كان يعرفون لكل محاضرة فاحتاجون إلى التعليم وتدريب حتى يكتب كتابة مقالة عادية ما كان يعرفون وحتى الآن أعتقد كثير من الطلبة وسيد الشرازي عنده قصص كثيرة في هذا المجال يعني دائما هو كان يحث علماء حتى يحثم على الكتابة فما نخرج من هذه الدورة اللي بها أو المدرسة اللي قدر نقول عنها بها أربعين طالب لم يتخرج منهم سواء أربعة أشخاص أنا والشيخ صاحب الصادق والشيخ كاثم السباعي والشيخ محمد أمين الغفوري ها نحن أربع شباب فقط اللي تخرجنا من عدها والبقية كلهم رفع الطريق نصف الطريق أول الطريق تركوا ما مستعدين يقرؤ ولا مستعدين يكتبوا كل أسبوع مقالة ويطوروا أنفسهم مثلا وفي نهاية السنتين وكعلامة على التخرج كان علي مع باقي زملائي الأربعة أن أؤلف كتابا فكتبت الإمام الحسين كفاح في سبيل عدو الحرية وهو عبارة عن كتاب إنشائي يعني ليس بحث وألمي ودقيق وهذا كتاب بسيط لم يأخذ مني وقتا طويلا ولم ينطوي على دراسة عميقة وإنما كان يحمل فكرا ثوريا رؤية كان فيه وقراءة جديدة لقضية عاشوراء والإمام الحسين بدلا من القراءة القديمة التي تكتفي بالبكاء عن الإمام الحسين الذي قتل مظلوما وشاء الله أن يراه وقتيل هكذا كان الفكر العام عن الإمام الحسين وبالإضافة التركيز على دعوة للمرجعية الدينية ومرجعية السيد محمد الشرازي بالخصوص كقيادة شرعية نائبة عن الإمام المهدي في مقابل القيادة الحزبية وقد ترافق صدور الكتاب سنة 1970 مع تأسيس الحركة المرجعية أو منظمة العمل الإسلامي التي أصبحت عظوا فيها وبدأت أنشط تنظيميا وثقافيا في صفوفها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر